فأنا معروفا عند العرب لا سيما عند اليهود أن هذا هو الزمان الذي يأتي فيه رسول العرب الذي يأتي فيه رسول العربي ولذلك ورد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يولد بليلة أو ليلتين جاء أحد علمائهم ونظر إلى السماء ثم قال طلع نجم أحمد طلع نجم أحمد قال وما نجم أحمد قال سيولد مولود ذهبت ذهبت الديانة أو الرسالة منكم يا بني إسرائيل إلى العرب انتقلت من البني إسرائيل من بعد موسى وعيسى عليهما السلام إلى العرب بمجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذن كانوا يعلمون زمان النبي وكانوا يعلمون مكان النبي وكانوا يعلمون صفة النبي واسم النبي وحال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أحد علمائهم عبد الله بن سلام كان ذلك قبل أن يسلم قبل أن يسلم لأنه كان يقول هذا الكلام وعقب عليه عندما قال كنت على نخلة كنت على نخلة يعني يقطع التمر وكانت عمتي خالدة تحت النخلة كانت عمته تحت النخلة يسقط عليها الرطب فتأخذه وتجمعه وهو فوق النخلة قال فسمعت فسمعت الناس يقولون أن محمدا وصل المدينة أن محمدا وصل المدينة كلام ذا كان في المدينة عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول أنا سمعت هذا الكلام وهو على النخلة فكبرت فإيه فكبرت قال الله أكبر قالت عمتي خالدة عمته قالت ما فعلت والله لو كان موسى بن عمران ما زدت على ذلك بتقول له يعني هو اللي جيد موسى بن عمران موسى بن عمران لأنه نبي نبي اليهود فقال والله يا خال إنه لأخو موسى بن عمران هو أخوه لأن الأنبياء إخوة قال إنه لأخو موسى عليه السلام إنه لأخو موسى عليه السلام ثم قال فنزلتوا فرأيت الناس قد انجفلوا يعني ذهبوا بكثرة وبسرعة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال فنجفلت معهم قال فنجفلت معهم وقال ما قدمته الآن أو ما قدمت به أنا الآن حينما قال كنت أعلم اسمه ونسبه وزمانه وصفته ومكانه قال فنجفلت عندما انجفل الناس فلما رأيته أنت عارف بيقولك إيه الانطباعات الأولى تدوم كده يعني أنت دايما المواقف الأولى يعني لها أثر في ذاكرة الإنسان لو قابلت إنسانا فأكرمك لا تنسى له هذا الكرم لو قابلت إنسانا فأهانك لا تنسى له هذه الإهانة لو قابلت إنسانا فحصل بينك وبينه وج وألفه وهكذا الانطباعات الأولى دايما تدوم خدت بالك فقال فلما رأيته يعني لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرت إليه ونظرت إليه عرفت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وآله وسلم